كانت ليلة صاخبة ليلة الأمس بالطائرات الحربية الروسية التي جالت في المنطقة واستهدفت العديد من المواقع أكثر من ست غارات من الطائرات الحربية الروسية استهدفت قرى جبل الزاوية ومنطقة الأربعين حيث نتواجد الآن كان في هذه المنطقة حوالي ثلاث غارات من الطائرات الروسية التي جالت في المنطقة واستمرت حتى الساعة الرابعة من فجر الأمس مع وجود لطائرات استطلاع طبعا هذا مع القصف المدفعي الذي استهدف العديد من المناطق منها بعض المناطق التي تظهر بالصورة كان هناك استهدافات مدفعية لقوات النظام وحواجز النظام الموجودة في المنطقة وموجودة في عمق الصورة على طريق الأستراد الذي يربط حلب بدمشق هذا التصعيد بالأيام الفائتة بعد عملية لفصائل المعارضة كانت على محور جبل الزاوية في قرية الملاجي بالتفجير نفق وكان هناك أكثر من 16 جندي لقوات النظام قتل نتيجة التفجير استطاعت فصائل المعارضة أن تصل إلى هذه النقطة وتسيطر عليها تلاها بعده أكثر من ثلاث محاولات لقوات النظام للوصول إلى هذه التلة لكن كلها باءت بالفشل وكان هناك العديد من القتلى والجرحى نتيجة عمليات التسلل لقوات النظام هذا ما يفسر وجود الطائرات الحربية بهذه الكثافة وهذه الاستهدافات التي وصلت إلى أكثر من سبع استهدافات ليلة الأمس وكما قالت مراصد المعارضة أن المناطق المستهدفة هي من جبل الزاوية إلى جبل الأربعين ومنطقة سرجة ومنطقة القسم الشرقي من جبل الزاوية طبعا كل هذا مع وجود لاستهدافات مدفعية حتى قبل عملية فصائل المعارضة على محور الملاجة في جبل الزاوية أحمد أمين تلفزيون سوريا ريفو إدلب